اهلا بكم في حلقتنا اليوم مع اكلة جديدة ووصفة سهلة ولزيزة ووصفتنا النهاردة هنعمل مع بعض احلى مشويات على عين البتوغاز من فوق وصفتنا دي تقدر تنفيذيها مع اصناف متعددة من اتشيور زي البطر رومي الفراخ الامهات اه او البلدي او البلدي المزارع او البيضة حتى الحمام تقدر تنفيذيها فيه الاختلاف بس بيكون في وقت التسوية وهنقول عليه معينا فرخة كبيرة اه معي كمان اتنين بصل مقطعينهم راستو موسط مفصصينها اشر اتنين برتقانة طبعا اشر البرتقان مخصول كويس جامد جدا كوب من عصير البرتقان كوب بايت زبادي ربع كوب من كل من اللمون الخل اه الزيت معينا اتنين معلقة ونص كبار من الملح الابيض معلقة كبيرة من كل من الكصبرة والكركم والفلفل الاصمر وبهار السباح حبات والبابريكا طبعا الملح الابيض هنا بنحدده كل كيلو من اللحوم بنديله نص معلقة كبيرة علشان تكون يعرف المقدار وتعرف التبالي الحاجة اللي بتعمليها كويس هبدأ اجيب شفشا الخلاط واحط فيه البصل مع التوم وهنزل كمان اضيف له عصير البرتقان عصير البرتقان هنا بيبقى من الحاجات الجميلة جدا لما تتبالي بيها اي صنف من اصناف الطيور بيدي ناكه وطعم رائع جامد جدا وهنضيف عصير اللمون مع الخل مع الزيت وهنضيف كمان قلبة الزبادي قلبة الزبادي طبعا الزبادي هنا عندي بيلين اي صنف من اصناف اللحوم وبيعمل طراوة الانسجة وبتساعد على التسوية طبعا هنضرب المقونات دي كلها مع بعضها هنضيف طبعا الملح مع البهرات المختلفة اللي قلنا عليها ونضربها كويس ونبدأ بقى نشوف عندي فيه اصناف بتاخد تسوية بتبقى فترة التسوية بتاعتها عالية زي الرومي زي البط زي الفراخ الامهات ممكن تستغرق ثلاث ساعات كاملة في حاجات متوسطة زي الفراخ البلدي المتربية في البيت بتاخد من ساعة ونص لساعتين في حاجات سريعة في التسوية زي الفراخ البلدي المزارع والفراخ البيضة بتستغرق في حدود ساعة ما بتتجوز ساعة هبدأ اخد الفرخة عندي وهنعمل تفريغ ما بين اللحم مع الجلد وهنبدأ بقى نشرح اللحمة كده زي ما انتو شايفينها سدر الفرخة بالابداء نقطعه شرايح كده علشان التكبيلة بتاعتنا لما نحطها اللحم يشربها كويس جامد ويديني نكهة جميلة في الاكل طبعا انت هنا عندك حرية الاختيار ممكن تقطعي الحاجة وممكن تسيبيها آآ كاملة بشكلها على حسب رغبتك في التقديم نفس الحكاية بقى في الوراك هبدأ قدي كده تشريحات طبعا اللي بيساعدك على كده ان انت بتكوني مفرغة كويس ما بين الجلد واللحم يمكن الصنف الوحيد اللي صعب التفريغ فيه آآ هو البط فساعتها بتعملي تشريحات من على الجلد من فوق وبتبدأ يتنزلي بالتدبيلة لان الجلد بتاع البط بيكون ملتصف جامد بيه اللحم كده تمام الديني هبقى تشريحات في كل حتة كده طبعا نظام التسوية عندي هنا بيعتمد على التسوية على البخار هنحط اي حاجة بقى انت عايزة تسويها آآ في اناء آآ وهنسيبها لغاية لما تجلي وتاخد درجة الغليان كويس وبعد كده بنهد النور عليها وبنسيبها بقى لغاية لما يتم النضج اهم حاجة تكوني عارفة كل حاجة بتستغرق قد ايه وطبعا قبل ما نقفل عليها بنغلفها بورق فويل بنغلف الحلة آآ اللي هنسوي فيها بورق فويل وبعد كده بنحط الغطة ما بنكتفيش بالغطة بس من غير بقى بنضيف مية ولا اي حاجة آآ هنبدأ بقى نحط التدبيلة بتاعتنا للفرخة في كل حتة بقى بحيس من منسيبش يعني آآ اي حتة من الفرخة الا ما تكون التدبيلة عليها آآ انا هنا هتدبل الفرخة وهسيبها آآ نقعيها يعني في التدبيلة دي لمدة اربعة واشرين ساعة بتدي ناكها جميلة 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 جدا وبعد اربعة واشرين ساعة هنبدأ نسويها ونحط برضو حبة كده ديوة في ناس فاكرة ان التسوية آآ من فوق على قد السلق والتحمير بس بس لأ التسوية من فوق نقدر نعمل آآ ماشرينيات وحاجات جميلة جدا من غير ما نسلوه طبعا الطعم بمختلف جامد مبين السلق والتحمير ومبين الشوي كده تمام كده احنا غلفنا الفرخة بتاعتنا وخدمناها خدمة ممتازة هبدأ بقى اجيب قشر البرتقان وحطه في الفرخة من جوة طبعا هنا البيت دي ناكها جميلة 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 وبيقدي على الزفورة ممكن بقى تسويه بيها وممكن تشليه حاجة حسب الرغبة وبعد كده هنغلفها بورق استريتش ونحطها في التلاجة لمدة اربعة وشرين ساعة ادي ايش بقى البرتقان هو كده تانين دي بقى فرختنا الجميلة بعد ما عد عليها اربعة وشرين ساعة حضرنا بقى مجموعة من ترنشات البصل مع الجزر مع التوم مع الكرفس وهبدأ اجيب الاناق بتاعي اللي هسوي فيه وهفرشه بمجموعة الخضروات دي وهنضيف كمان ورق لورة وحبهين ممكن تضيفي اي حاجة انت عايزها لو حبيتش تضيفي كمان ترنشات بطاطس ضيفي اللي انت عايزها اعمليه نبدأ بقى نحط الفرخة بتاعتنا الجميلة وهنضيف بقية الصص بتاعها كامل لان الدوات طبعا هيتسوي فيه وهنغلفها بالورق الفويل وهنغطيها وهنحطها على النار لغاية لما تاخد درجة الغليان وبعد ما اتغلي كويس هنبدأ نهجي النار عليها لغاية لما يتم الندق الفرخة اللي عندي دي بتاخد تسوية عالية عدى عليها ساعتين شوفي بقى انا عايزة وريكي كمية السوائل اللي نزلة منها من غير ماضيف نقطة مية دي بتعتمد التسوية على البخور هبدأ بقى اخدها ويهاقلبها على الوجه التاني ونقفل عليها لمدة ساعة كمان وبكده تبقى جاهزة معاية على التقديم السوص اللي عندك بقى ده تغديه وبتعملي منه احلى شربة تغدي كده منه في حدود نص كباية كباية وتضيفي عليه مية بتعملي اجمل شربة تستخدميها بقى زي ما انت عايزة نقلبها بقى على الوجه التاني ونشوفها بعد ساعة من دلوقت ادي بقى فرخاتنا الجميلة خدت تلات ساعات على النار نفس التسوية تبقى للبط نفس التسوية للرومي حاجة خطيرة جامل كده وبنكون قدمنا حل لناس كتيرة عايزة تعمل مشويات على عين البتجاز من فوق بنقول لهم بقى اعملوا احلى مشويات واستمتعوا ورمضان كريم علينا وعليكم كل عام وانتم بخير دون تنفير اي تلي